مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اكبر عدد من المباريات في كرة القدم اقيمت خلال موسمين متتاليين بين الاهلي والمختلط لما لعبوا مع بعض اتناشر مباراة وفيهم فاز الاهلي على المختلط في الموسمين تلت مرات بالخمسة وتكلمنا عن طلب الجامعية الزراعية الملكية للاستلاء على ارض النادي الاهلي على ان تقوم الجامعية الزراعية بتعويد النادي بارد تانية في منطقة الاندية بالعجوزة وازاي النادي الاهلي رفض اي محاولة لنقله من مكانه وتكلمنا عن وفاة محمد فاهمي الاخ الاكبر لمراد وعزيز فاهمي وكان من الكوادر اللي بيتم تجهيزها اداريا في النادي التلاتة لعبوا تنس في الاهلي ولعبوا مع بعض في الفريق الاول لكرة القدم في حالة ما تكررتش الا في جيل الاشقاء صالح سليم وعبد الوهاب سليم وطرق سليم وتكلمنا عن تعديل قانون النادي للمرة التالتة في تاريخه وكان من ابرز التعديلات اطلاق مصطلح مجلس الادارة على ادارة النادي بدل من مصطلح اللجنة العليا وكان اجتماع يوم 16 ابريل 1940 هو الاجتماع الاخير لادارة النادي بمسماه القديم اللجنة العليا واجتماع يوم 17 يونيو 1940 هو اول اجتماع بالمسمى الجديد مجلس ادارة النادي الاهلي وختمنا الحلقة بسؤال ليه استقال محمود مختار فاندي محمود مختار فاندي هو نفسه محمود مختار التتش وكان سكرتير لعبة الهوكي دخلت لعبة الهوكي في مصر في اواء القرن العشرين وكان بيمارسها الجاليات الاجنبية المختلفة وبعض فرق الجيش الانجليزي زي نادي السكة الحديد مثلا اللي تأسس على ايد موظفي السكة الحديد الانجليز سنة 1903 باسم نادي هوكي بولاء وكانت الهوكي اللعبة الوحيدة في النادي قبل ما تدخلوا كرة القدم لعبة الهوكي دخلت النادي الاهلي سنة 1935 وبدأ نشاطها في النادي مع مجموعة من لعبي فريق كرة القدم على رأسهم مختار التتش ومراد فاهمي وشقيقه محمد فاهمي ومحمد علي راسمي كانوا بيمارسوا الهوكي وكرة القدم في نفس الوقت مختار التتش ضم الفريق الهوكي بعض اعضاء النادي من طلبة المدارس السعادية اللي كانت بتمارس اللعبة ومتفوقة على مستوى المدارس زي عبد المنعم السبكي وتوفيق عبد الهادي ويسر أبازة ومحمود رأفط في الوقت ده كان فريق الهوكي بالاهلي بيلعب مبارياته الودية مع الجالية الأجنبية بنادي الجزيرة وكان بيتم استقبال فرق هندية للعبة والهند كانت من الفرق القوية في اللعبة وبدأت اللعبة تنتشر في أندية الترسانة والمختلط والبوليس وبدأوا يلعبوا ودي مع بعض وفي عام 1942 قرر محمد صبحي الاتريبي دعوة الأندية المصرية لتأسيس اتحاد مصري للهوكي ومحمد صبحي الاتريبي أحد كبار الإداريين في تاريخ الأهلي وكان رئيس بعثة كرة القدم في دورة أنفرس الأوليمبية سنة 1920 وكان سكرتير كرة القدم والتلس في الأهلي وعضو اللجنة العليا بالأهلي من عام 1925 إلى عام 1928 ولا جديدة يذكر ولا قديمة يعاد مش هتلاقي لعبة تم تمصرها إلا وكان قائد عملية تمصرها من أبناء الأهلي عشان كده أطلقوا عليه أبو النوادي وأبو الأندية المصرية وبالمناسبة محمود رقفة أحد رواد اللعبة في الأهلي أصبح أحد كوادر اللعبة إداريا اتولى بعد اعتزاله سكرتارية التحاد الهوكي المصري وبعدين مس الأفريقيا سنة 1954 في الاتحاد الدولي للهوكي وبعدين انتخب عضو للاتحاد الدولي للهوكي وبعدين وكيله وأيضا رئيس للاتحاد الأفريقي للهوكي اعتزل مختار التتشي لعبة كرة القدم واستمر في ممارسة لعبة الهوكي وصدر قرار اللجنة العليا للنادي بتوليه منصب سكرتير اللعبة في جلسة يوم 17 يونيو 1940 استمر مختار التتشي في ممارسة عمله كسكرتير للعبة الهوكي كم شعر لكنه قدم استقالته من منصب السكرتير وكانت وجهة نظره انه ماينفعش يكون سكرتير اللعبة ولاعب في نفس الفريق كده حيبقى فيه تعارض يعني لو هو اللي غلط مين هيحاسبه؟ ترجمة نانسي قنقر